بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخوة الكرام لو نتجمع في الوسطى يعني أفضل بسبب المحاضر سيد علي سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته الثوابت جمع ثابت والثابت في اللغة هو الراسخ والمستقر وغير المتحرك والذي لا يتغير ومن هذه المعاني اللغوية يدرك أو يدرك الناظر أن الثابت من شأنه التأكد وعدم التغير فلا يؤثر في ثباته زمان ولا مكان إذ التغير ليس من شأنه ولا من وصفه وهذا طبعا عكس المتغير فالمتغير لا يحتاج إلى تعريف إذا عرفنا الثابت فهو عكسه أما تعريف الثوابت والمتغيرات في الاصطلاح فنقول الثوابت يراد بها القطعيات ومواضع الإجماع التي أقام الله بها الحج البينة في كتابه أو على لسان نبيه ولا مجال فيها للتطوير أو الاجتهاد ولا يحل الخلاف فيها لمن علمها أما المتغيرات فيراد بها موارد الاجتهاد وكل ما لم يقم عليه دليلا قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح ومن هذين التعريفين يتبين أن الإسلام الحنيف ذو شقين في الأحكام شق ثابت لا يتغير وهو يمثل أصول الإسلام الاعتقادية والأخلاقية والعبادية وأصول المحرمات مما أجمعت عليه الأمة وشق متغير تتعدد فيه الآراء والاجتهادات ما دامت صادرة من أهلها يسرنا أن نلتقي في هذه الليلة مع سماحة الشيخ محمود العالي حفظه الله ليسلط الضوء على ثوابت ومسلمات المذهب في محاضرة تحت عنوان الثوابت والمسلمات في المذهب الاثني عشر نستمع له ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيق قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين واللعنة الدائمة على عداء مجمعين إلى قيام يوم الدين قال عز من قائل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الدين الإسلامي هو كما عبر عنه القرآن الكريم ودين القيمة ومعنى القيمة يتمثل في أمرين الأمر الأول هو حضور المبادئ والأخلاق في كل تشريعاته يعني ما يمكن أن نتصور أن هناك تشريع من التشريعات الإسلامية سواء كان هذا التشريع وجوب أو كان هذا التشريع حرمة أو كان هذا التشريع استحباب أو كان هذا التشريع كراهة بعيدا عن المبادئ أو القيم كل تشريعاته سواء على المستوى الفردي فيما يتعلق بالأحكام الفردية أو على المستوى الاجتماعي سواء على مستوى السلم أو على مستوى الحرب المجال الاقتصادي وغيره في كل هذه التشريعات هناك منطلقات هذه المنطلقات تنطلق من مبادئ وقيم ما نعبر عنه بوجود المسألة الأخلاقية في التشريعات ولذلك هو دين القيمة حتى أضرب المثال واضح لهذا المعنى توجد مسألة في الفقه الإسلامي يجمع عليها علماء المسلمين في كل كتبهم شيعة وسنة وهو أن هناك مجموعة من الأحكام يقيد بها الجيش الإسلامي ولا يجوز للجيش الإسلامي أن يتعداها أو يتخطاها ولذلك جاء أنه لا يجوز لهم أن يجهزوا على جريح إذا جريح من الطرف الآخر من عدو الإسلام خصم المسلمين لا يجوز لهم أن يجرحوا عليه لا يلاحق مدبرا شخص رمس لاحو يريد فر من المعركة وما يجوز ماذا ملاحقته كذلك لا يجوز التسبيب في القتل الجماعي أو القتل الجماعي والعقوبة الجماعية مثلا أن يلقى في المياه التي يشرب منها الناس السم إنسانية لخزانات ماء العدو ويلقي فيه سما ولو كنا في حالة حرب مع الخاص مع الكفار مع المشركين إلا أن هذه الممارسات لا يجوز فعلها لأنها تعكس عن انفصال المسألة الشرعية عن البعد الأخلاقي والبعد الأخلاقي حاضر في كل تشريعات الإسلام سواء كان هذا التشريع مرتبط به على مستوى الفرد مرتبط بالمجتمع بتشريعات اقتصادية وتشريعات قضائية إلى غير ذلك فالدين القيمة لأنه المسألة الأخلاقية حاضرة في جميع تشريعات الدين لذلك أصبح هذا الدين هو دين القيمة احتمال المعنى الثاني للآية المباركة وذلك دين القيمة أن تشريعات الإسلام مجتملة على مصالح بمعنى لا يوجد تشريع من التشريعات الإسلامية ليس ورائه مصلحة كل تشريع من التشريعات الإسلامية فيه مصلحة هذه المصلحة إما ترجع إلى الفرد إما ترجع إلى المجتمع فالنتيجة المحافظة على مصالح البشر أفرادا وجماعات موجودة في تشريعات الدين لأجل حضور المصلحة في كل تشريعات الدين عبر عن هذا الدين بأنه دين قيمة وعليه كل إنسان عاقل ينبغي له أن يدين بهذا الدين وأن لا يحيد عن هذا الدين أو يختار دينا غير دين الإسلام لأن الأديان الأخرى التي تعرضت للتشويه وتعرضت للنسخ وتعرضت للتحريف هذه ابتعدت عن المبادئ الموجودة في الدين الإسلامي المبادئ الأخلاقية والقيمية كما أنها أيضا لم تلحظ المصلحة في أطر تشريعاتها لم تلحظ المصلحة في جانب تشريعاتها على هذا الأساس الدين الإسلامي هو الدين الذي نستطيع أن نصفه من بين كل الأديان السماوية بحسب معتقدنا أن الأديان السماوية وإن كانت هي حق لكن ما هو موجود منها الآن ما هو معروف منها الآن هي أديان إما منسوخة لا يجوز التعبد بها أو أن هذه الأديان تعرضت للتشويه والتحريف ولذلك لا يجوز التعبد بها فلذلك لا يمكن أن يستحق أي دين من هذه الأديان أن يوصف بدين القيمة سوى الدين الإسلامي هذا الدين الإسلامي بكل تشريعاته وعلى جميع الأصعدة في تشريعاته بجميع مفرداته هو الدين الذي يستحق أن يوصف بدين القيمة أما ما سوى ذلك فإنها لا توصف بالدين الصحيح أو بالدين الذي يطلق عليه هذه الصفة وهو دين القيمة بعد هذه المقدمة أعبر إلى صلب الموضوع الدين الإسلامي عبارة عن منظومة مشتملة على قسمين منظومة عامة هذه المنظومة العامة تنقسم إلى قسمين قسم العقيدة والقسم الأحكام العقدية والقسم الثاني هو التشريع ولما نقصد التشريع ليس خصوص التشريع المصطلح في الجانب الفقهي بمعنى الوجوب والاستحباب والحرمات كل تشريع سواء كان مجتملا على وجوب استحباب أو على أوامر إرشادية أو أوامر أخلاقية تهذيب إصلاع إلى غير ذلك نقصد به هذا المعنى الأعام مما هو مصطلح عليه عند الفقهة هذه المنظومة المنقسمة إلى قسمين منظومة عقائدية أو قسم عقائدي قسم تشريعي أيضا هذه نقسمها إلى قسمين منها ما هي أحكام ضرورية ومن المسلمات ومنها ما هي لا تصل إلى هذا المستوى وليست أحكاما ضرورية يعني في القسم العقائدي من التشريع الإسلامي أو من المنظومة الإسلامية هناك أحكام عقائدية ضرورية مسلمة وهناك مسائل عقائدية لا تصل إلى هذا المستوى من الضرورة كما أن أيضا في الجوانب التشريعية في القسم التشريعي من المنظومة الإسلامية هناك مسائل تشريعية واضحة وضرورية وقسم منها ليس بهذا المستوى فلذلك نعبر أن هناك في المنظومة الإسلامية سواء كان في القسم العقائدي أو في القسم التشريعي في القسم العقائدي نقول أن هناك مسائل عقائدية ضرورية وهناك مسائل عقائدية لا تصل إلى هذا المستوى في الجانب التشريعي أيضا نقول أن هناك مسائل تشريعية ضرورية وهناك قسم آخر منها مسائل تشريعية لا تصل إلى هذا المستوى من الضرورة مثلا نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المعاد كون القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصمة النبي في مقام التبليغ هذه مسائل عقائدية ضرورية فلو أنكر شخص نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أنكر القرآن كمعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا منكر لضروري من الضرورات العقائدية أما مثلا مسألة المعراج وأنها عرج به صلى الله عليه وآله وسلم بجسده أو مثلا معراجا روحيا هذه المسألة معنا مسألة عقائدية لكن أصل المعراج أصل مسألة المعراج هي ضرورية لكن تفاصيلها أن العروج كان بجسده صلى الله عليه وآله وسلم أو بروحه كما يذهب إلى ذلك جماعة من العلماء لا يمثل هذا ضرورة أما لو أنكر أصل المعراج أصل المعراج هذا ضرورة لا يمكن أن ينكر أما تفاصيله فهذه التفاصيل هي مورد اختلاف لو أن إنسانا بحسب الدليل نفى أن يكون المعراج جسمانيا وأثبت أن المعراج معراجا روحانيا بروحه لا يعتبر منكرا للضروري أما لما ينكر أصل المعراج ويقول أن ناصر هذا المعراج لم يحدث وهذه أكذوبة فهو منكر لضرورة من الضرورات العقائدية فإذن عندنا في القسم العقائدي أيضا توجد هناك مسائل عقائدية ضرورية إنكارها مساوق للخروج عن الإسلام وهناك مسائل عقائدية ليست بهذا المستوى محل بحث في الجانب التشريعي هناك أمثلة هناك مسائل واضح أنها من ضرورات الفقه من ضرورات التشريع إنكارها مساوق لإنكار الدين وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج وجوب الزكاة هذه من الضرورات أي إنسان مسلم تسأله عن الصلاة يقول هي واجبة عن الصوم يقول واجب الزكاة واجبة بشروطها الحج واجب أما لو أنه يقول لا أصل الصلاة واجبة أو الصوم ليس بواجب أو الزكاة فهذا يعني أنه منكر لضروري من ضروريات الفقه من ضروريات الدين هناك مسائل تشريعية لا تصل إلى هذا المستوى من الضرورة مثلا أضرب مثال هل أنه إنسان عرض له الشك في صلاته هل أنه ملزم أن يعالج هذه الصلاة بحسب أحكام الشك أو يجوز لأن يقطعها ويعيد الصلاة من جديد هذه ليست مسألة ضرورية بحيث إنسان قال لا أنا هذه مسائل الشك ويجوز لي أن أقطع الصلاة من رأسها وأعيد الصلاة من جديد لا يعتبر منكرا لهذه الضرورة فإذن خلاصة الكلام في هذه النقطة أن المنظومة الإسلامية المتكونة من القسمين العقائدي والتشريعي في كل منهما هناك ضروري يعد إنكاره تنكر للإسلام وهناك جانب ليس بهذا المستوى من الضرورة وهي خاضعة لحسب إثبات الدني الضرورة أيها الأخوة أيضا تنقسم إلى قسمين ضرورة دينية وضرورة مذهبية يعني الضرورة الإسلامية ما هو من ضروريات الإسلام ينقسم إلى قسمين أكو ضرورة دينية من ضروريات الدين وهي التي أجمع عليها جميع علماء المسلمين وعندنا ضرورة ليست ضرورة دينية ضرورة ماذا؟ مذهبية كمثال على ذلك مسألة الإمامة هل أن الإمامة ثابتة بالنص من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أنها ليست بالنص نحن بحسب معتقدنا نراها أن الإمامة ضرورة وثابتة بالنص لكن هذه ضرورة ماذا؟ مذهبية يعني ضرورة بحسب اعتقادنا بحسب مذهبنا لكنها ليست ضرورة دينية لوقوع الخلاف في هذه المسألة بين علماء المسلمين وتكلميهم وفقهائهم فالفقهاء والمتكلمون من أتباع مدرسة أهل البي صراط الله وسلام عليهم يرون أن الإمامة لا بد أن تكون بالنص ولا يمكن أن تكون إمامة مشروعة يجب إطاعتها وليست تمتلك نصا عليها فهذه من ضروريات مذهبنا لكن هل هي ضرورة دينية؟ لا ليست ضرورة دينية لوجود الخلاف بين المسلمين حولها حيث ذهب جماعة من علماء المسلمين وهم الأغلب جمهور المسلمين إلى أن الإمامة ليست بالنص واختلفوا في طرق إثباتها هل هي بالبيعة أو بالتغلب أو مثلا بإمامة السابق على اللاحق هي مسائل ماذا؟ هناك بين علماء الجمهور يوجد خلاف بس النتيجة أن مسألة الإمامة هي ضرورة مذهبية وليست ضرورة ماذا؟ دينية ضرورة مذهبية لأنه من ضروريات مذهبنا الاعتقاد أن الإمامة لا تكون إلا بالنص ولكن ليست ضرورة دينية لعدم إجماع علماء المسلمين جميعهم على هذه المسألة وهي أن الإمامة تكون بالنص وهنا لا بد أن نلتفت إلى شيء قد يتوهم من خلاله وجود تناقض يعني أصل الإمامة ضرورة أنه ما يمكن أم بلا زعيم أن تكون أم بلا إمام لكن كون الإمامة بالنص هي هذه محلل الخلاف فكون الإمامة بالنص ضرورة مذهبية لكنها ليست ضرورة دينية لوجود الخلافية بين علماء المسلمين أما أصل الإمامة وأنه لا بد أن يكون للأمة إمام يجب عليهم اتباعه وطاعته هذه ضرورة ماذا؟ دينية لانعقاد إجماع المسلمين سنة وشيعة وسائر الفرق على أنه لا يمكن أن تخلو الأمة من إمام فأصل الإمامة هي ضرورة دينية أما كون الإمامة بالنص هذه ليست ضرورة دينية ضرورة مذهبية وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفرق بين الضرورة الدينية والضرورة المذهبية أن الضرورة الدينية ما أخذت صفة إجماع المسلمين عليها كعصمة النبي حال التبليغ عصمة النبي حال التبليغ هذه ضرورة دينية لإجماع علماء المسلمين جميعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال التبليغ عن الله عز وجل ما يمكن أن يتعرض لتبليغه شيء من عوامل التحريف أو الهوى أو الشيطان تدخل الشيطان فهو معصوم في مقام التبليغ هذه ضرورة ماذا؟ دينية مسألة أصل الإمامة ضرورة دينية لأنها أجمع عليها جميع علماء المسلمين من دون خلاف أما التفاصيل ككون الإمامة بالنص أو بالاختيار أو بالبيعة أو بالانتخاب هذه مسألة ليست ضرورة دينية كون الإمامة بالنص هي ضرورة مذهبية فكل ما أجمع عليه المسلمون واتفق علي يمثل ضرورة ماذا؟ دينية وما كان موردا للخلاف قد يصير ضرورة مذهبية إذا أجمع عليه علماء المذهب وقد يكون موردا للخلاف والنقاش إذا لم يجمع عليه علماء المذهب بعد هذا الاستعراض نأتي نعرف ما هو المقصود من الضروري ما هو المقصود من الضروري الضروري هذا معنى ما كان أمرا مسلما وثابتا إما في الدين أو في المذهب كل أمر مسلم وثابت إما في أصل الدين الإسلامي أو بحسب المذهب فهو ماذا ضروري إن كان ثابت في أصل الدين ولا يوجد في خلاف هذا يمثل ضرورة ماذا؟ دينية إذا كان ثابت في المذهب فهو ضرورة ماذا؟ مذهبية من أين أتى هذا المعنى الضروري؟ قالوا من أحد أمرين أما لوضوح الدليل عليه واضح جدا أو لأن المسألة وإن لم تكن الأذلة واضحة عليها لكن متوفرة فيها بحيث لو إنسان بأدنى مراجعة لمصادر التشريع الكتاب والسنة يقف على هذه الأذلة فحينئذ تكون ضرورة بعد المراجعة فالضروري ما كان واضحا لتوفر الأذلة عليه والتسالم عليه بحيث يكون من البديهيات مسألة وجوب الصلاة وجوب الصوم نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عصمته وحال التبليغ كل هذه ضرورات لأنها تمثل وضوحا على مستوى أصل المسألة واضحة أما لتوفر الأذلة فيها كثيرا أو لأن الإنسان من خلال مراجعة مصادر التشريع الكتاب والسنة يقف على الكم الهائل من الأذلة فيتضح له أن المسألة ضرورية ما هي ضروريات المذهب؟ وأظن أن الأخوة المقصود من الحديث هو بيان ضروريات المذهب إذا أنا ما اشتبت في عنوان المحاضرة ما هي ضروريات المذهب؟ يعني ما هو عددها؟ ما هي؟ هذه الضرورات المذهبية اتضح لنا أن المقصود من الضروريات المذهبية هي ما كانت مورد إجماع واتفاق على ماذا عند علماء المذهب كل ما كان مورد إجماع واتفاق بين علماء المذهب بحيث لا يمكن أن يختلف فيه أحد من علماء المذهب هذا يسمى ضرور ماذا؟ مذهبية أو مسلمة مذهبية ضرور مذهبية مسلمة مذهبية هذا هو التعريف للضرورة المذهبية الضرورة المذهبية هي كل مفردة من مفردات المذهب مما وقع التسالم عليه ووقع الاتفاق عليه بين جميع علماء المذهب بحيث لا يمكن لإنسان أن يأتي ويناقش إذا ناقش وخالف صار خارج إطار المذهب نضرب لذلك عدة أمثلة مسألة أن الإمام لا بد أن تكون بالنص هذه ضرورة مذهبية إذ لا يوجد أحد من فقهاء المسلمين ومتكلعفا من فقهاء الشيعة ومتكلمي الشيعة يقول بأن الإمامة المعصومة والإمامة التي يجب اتباعها لا تكون بالنص وإنما تكون ماذا بالاختيار لو قال واحد من الفقهاء بهذا المعنى صار خارج إطار المذهب لأنه إذا ما الفرق بين مدرسة أهل البيت وبين سائر المدارس الأخرى حيث أن المدارس الأخرى أيضا يذهبون إلى أن الإمامة هي بتدخل بشري بانتخاب من قبل الناس في حين أن مدرسة أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم ترى أن الإمامة لا تكون إلا بالنص فمسألة النص هي الفارق الجوهري بين مدرسة أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم وبين سائر ماذا المدارس الإسلامية حيث أن سائر المذاهب الإسلامية تذهب إلى أن الإمامة بالاختيار والانتخاب وأن الناس والبشر لهم دخال في تعيين الإمام واختياره في حين أن مدرسة أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم تذهب إلى أن الإمامة لا تكون إلا بالنص يعرف الإمام بالنص وهناك بحث عام في مسألة النص النص مر يكون مثلا نص خاص مر نص ماذا عام والفارق بين النص الخاص والنص العام ومر النص خفي مر النص جلي لا أريد أن ندخل في هذه التفصيلات بس أصل كون الإمامة بالنص هذه ضرورة مذهبية بحيث لا يمكن للإنسان أن يتصف بأنه إمامي شيعي إثنى عشري إلا إذا قال بأن الإمامة لا تكون إلا بالنص أما لو ناقش في هذه وقال الإمامة لا تكون بالنص وإنما بآلية أخرى غير النص معناه خرج من إطار المذهب هذه مسألة مسألة ثانية اعتبار العصمة في الإمام بمعنى أن الإمام صلى الله عليه وسلم يكون معصوما عن كل ذنب وكل معصية صغيرة أو كبيرة ما يمكن أن تصدر منه معصية لا صغيرة ولا كبيرة هذه العصمة ثابتة للإمام من حين ولادته إلى حين ماذا وفاتة واستشهادة هذه من ضروريات المذهب ولهم أدلة على ذلك فلو جاء إنسان وناقش قال بأن الإمام يمكن أن يصدر منه ذنب صغير مو كبير صغير أو يمكن أن تصدر منه الذنوب ولو قبل إمامته الفعلية أو قبل بلوغة هذا مخالف لضرورة من ضروريات المذهب لإجماع علماء المذهب بحسب ما يمتلكم من الأذلة أن الإمام منزه من الذنوب صغيرها وكبيرها قبل إمامته الفعلية وبعد إمامته الفعلية من حين ولادته إلى حين وفاتة هذه من مسلمات المذهب لو أن إنسان جاء وأنكر هذا وأجاز على الإمام صدور ذنب صغيرا أو كبيرا قبل إمامته أو قبل بلوغه فهذا خارج عن المذهب لأن هذه من ضروريات المذهب المسألة الثالثة علم الإمام صلاة الله وسلامه عليه بمعنى أن الإمام عالم بجميع ما يحتاج إليه الناس في دينهم تفتوياي يعني هذه المسائل هي كل مسألة تحتاج إلى بحث مستقل بس نحن نشير إليها على نحو ماذا الإشارات وتعداد الفهرز فقط علم الإمام بمعنى كون الإمام عالم بكل ما يحتاجون إليه في دينهم يحتاجون إليه في دينهم كل ما يرتبط سواء كان تفسير القرآن الأحكام ما يرجع إلى هذا العنوان وهو عنوان الدين هذه من ضروريات ماذا مذهبنا ولا يمكن أن يكون الإمام إماما تجب طاعته وليس لديه ماذا علم بما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم والله يسألون مسألة مرتبطة بالصلاة بالصوم بالحاج بالزكاة مرتبطة بمعارف الدين مرتبطة بتفسير القرآن كل ما يرتبط يقول والله ما عندي هاي المسألة ما يمكن أن يكون إمام تجب طاعته بحسب معتقدنا وليس لديه علم بأمور الدين مما يحتاج إليه الناس فهذه أيضا من ضروريات ماذا مذهبنا وتوجد لدينا عشرات الروايات لمن أراد أن يراجع بصائر الدرجات أو كتاب أصول الكافي المجلد الأول بأن الإمام لا يكون إماما إلا إذا سئل أجاب رواية صحيحة عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام فقال لا يكون الإمام إماما إلا إذا سئل أجاب أي شي يسألون ماذا يجيب رايح أبين بعدين في النقطة الرابعة فلابد أن يكون الإمام عنده علم ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وهذا مورد ماذا إجماع واتفاق بين جميع علماء المسلمين رواية أخرى أيضا لا تبعد أن تكون صحيحة لأن محمد بن سنان فيها عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم قلت له بما يعرف الإمام بأي شي نعرف الإمام فقال تعرفه إذا سئل أجاب عفوا محمد بن سنان ليس عن إمام الصادق مباشرة أنا اشتبت محمد بن سنان عن إمام الرضا صلى الله عليه وسلم قال بما نعرف الإمام قال إذا سئل أجاب هذه علامة الإمام فهذه ضرورية من ضروريات المذهب أن الإمام صلى الله وسلم عليه لابد أن يعرف بسعة العلم في هاي النقطة هذه يوجد خلاف أنه لابد أن يكون عالما بكل شيء حتى ما هو خارج عن أمور الدين أو فقط نسلم بمعرفته في أمور الدين بعض الفقهاء بعض المتكلمين مثل الكراجكي رحمه الله يرى خلافا لإستاذه الشيخ المفيد فيما نسب إلى الشيخ المفيد أن الإمام لابد أن يكون عالما في كل شيء سواء كان في أمور الدين أو في غير أمور الدين إذا سئل أجاب مطلقا في أمور الدين أو في غير أمور الدين في حين أن هناك جماعة من الفقهاء يقولون يقتصر على هذا في خصوص أمور الدين في أمور الدين إذا سئل أجاب أما في غير أمور الدين هذا لا يؤثر لو كان الإمام لا يعلم بشيء وإن كان الإمام صلاة الله وسلامه عليه بحسب الألطاف الخاصة به التي يمنحه الله إياها مطلعا على كل الأشياء لكن عدنا موجود في كثير من الروايات ما يدلل على هذا المعنى أن الإمام يعلم كل شيء عالم بكل شيء وربما استندوا أيضا حتى إلى روايات في القرآن الكريم الآية الشريفة ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني ما يوجد شيء ما موجود ماذا ذكره في القرآن الإمام الكاظم صلى الله وسلامه عليه يقول ولكن ذلك لا يكون إلا عند الإمام ما فرطنا في الكتاب من شيء لا يمكن أن هناك شيء في الكتاب لم يتكفل الكتاب ببيانه إما بالبيان الخاص أو بالبيان العام لكن معرفة ذلك وأن هذا الشيء مبين في القرآن الكريم محصورة بالإمام الإمام الكاظم يقول لما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء قال نعم ولكن لا يعلمه إلا الإمام صلى الله وسلم عليه المقصود لا يعلمه يعني تلك المعرفة الكاملة التفصيلية التي لا يفوتها شيء ولا تغادر صغيرة ولا كبيرة هاي المعرفة الشاملة المعرفة الشاملة المعرفة الشاملة مختصة معرفتها بالإمام لكن من الكتاب العزيز المسألة الخامسة التي هي أيضا من ضروريات المذهب علم الإمام بالغيب يعني هل علينا واجب أن نعتقد بأن الإمام يعلم بالغيب أو أنه لا يعلم الغيب هاي مسألة وقع الكلام فيها بين العلماء وخلاصة الكلام أن هناك يمكن أن ننسبه إلى جمهور علمائنا ننسبه إلى جمهور علمائنا مشهور علمائنا ذهبوا إلى أن الإمام صلى الله وسلم عليه لابد أن لديه علم بالغيب لكن هل علم بالغيب علم فعلي أو علم ماذا إرادي متى ما أراد أن يعلم يعلم بعض الفقهاء يقول بأنه علمهم بالغيب علم فعلي قسم آخر يقول لا علمهم علم ماذا إرادي متى ما أراد أن يعلم يعلم وأصل المسألة وهي أنه يعلم الغيب أم لا اتفقوا يعني هؤلاء الجمهور المشهور على أن الإمام يتمتع بهذه المعرفة الغيبية ويستدلون على ذلك بدليلين الدليل الأول خلاصته أن الطلاع الإمام على الغيب هذه مو مسألة غلو أو مسألة نتجاوز فيها عن طبيعة بشرية الإمام لأن الغلو ما هو الغلو أنت تجي إلى شخص وتعطيه شيئا لا يستحقه ولم يثبت له هذا هو الغلو مثلا فرضنا كمثال تجي إلى شخص أصلا ما يعرف شي في الطب ما عنده معرفة في الطب تقول هذا أكبر جراح أكبر أخصائي قاليت فيه أو فرضنا طالب علم مبتدئ تقول هذا أعلم علماء عصره أعلم علماء هذا جاوز فيه عن ماذا؟ عن حده لكن لما تجي إلى شخص متبحر في العلم عايش طوال عمره في الدراسة والتنقيب والبحث والتحقيق والتدقيق كذا مثلا تلاميذة منتشرين في البلاد تأليفاته وتصانيفه لو قلت أن هذا أعلم علماء عصره ما يعتبر التجاوز لأن هذا محتمل من ماذا في حقه أما تجي إلى طالب علم مبتدئ يقول هذا أعلم علماء عصره أو إنسان لا ليس لهذا الواصل عالم لكن مو أعلم تقول أعلم علماء عصره هذا غلو الغلو هو التجاوز في الشخص أو التجاوز في ذلك الشيء عن وضعه الطبيعي أما إذا أثبت إليه ما هو ثابت له فليس غلو الإمام لما نقول بأنه عالم بالغيب متى يكون غلو إذا أثبتنا هذه الصفة له من ذاته أنه من ذاته يعلم الغيب هذا غلو لأن من ذاته ما يمكن كل واحد من الأنبياء من الأيمة من الأولياء هذه لا تكون لهم من ذاتهم ذواتهم فقر وإنما بلطف من الله سبحانه وتعالى وعناية من الله عز وجل يمنحهم هذا الشيء فيعلمون الغيب بإفاضة من الله سبحانه وتعالى هذا ليس غلو فمن يرى أن إثبات صفة علم الغيب للأيمة لأنها تمثل غلو مردود عليه أن الغلو إذا قلنا بأن هذه الصفة ثابتة لهم من ذواتهم أما إذا أثبتناها بواسطة إفاضة من الله سبحانه وتعالى فهذا ليس غلو الشيء الثاني أن القرآن الكريم أنبأ أن هناك شريحة من الناس تعلم الغيب وأنبئكم بما تدخرون في قضية ماذا؟ يوسف يوسف عند هذا المستوى من العلم أن ينبئ الناس بما يدخرون ماذا؟ في بيوتهم خب هذا من المغيب لأمون المغيب من المغيب فإذا ثبت للناس أو ثبت لشريحة من البشر لا مانع أن يثبت لغيرهم إذا كانوا هما لائقين بهذا المستوى فلو كان هذا غلوا لكان إثبات قضية أن يوسف ينبئ الغير بما يدخرون في بيوتهم كان ذلك غلوا والقرآن أثبت هذه الصفة فإذا لا يمثل أو لا يعني إثبات هذه الصفة للناس للشريحة الخاصة من الناس أنها غلو وإلا لو كان نفس إثبات هذه الصفة بذاتها يمثل غلوا لكان القرآن الكريم ومعاذ الله أنه يثبت الغلو في يوسف الشيء الثالث أن مسألة علم الأيمة بالغيب ليس مسألة منحة أو تعبير نقول بأن هذا أمر لا معنى له بل هي من ضروريات المنصب دعني أوضحها الفكرة يعني أصلا من ضروريات منصب الإمامة المعصومة أن يكون للإمام علم الغيب الآن علم فعلي أو علم إرادي لا بد أن يكون له علم الغيب لأن هذا من مقتضيات المنصب شنون يعني من مقتضيات المنصب يعني كما أن منصب النبوة لا بد أن يزود النبي بالمعجز الذي يثبت معه صحة نبوته كذلك مسألة الإمام لا بد أن الإمام يزود بما يستطيع بواسطته أن يثبت صحة إمامته فلا يعقل أن شخص يدعي أنه حجة من الله مباشرة على الخالق ويريد أن يلزم الناس بهذا المعنى وهو أن أنا حجة من الله خاص ويجب طاعتكم ويجب عليكم إطاعتي وطاعتي واجبة عليكم ولكنه لا يستطيع أن يثبت هذا المدعى مثل إنسان يأتي إلى الناس يقول لهم أنا نبي ولكن ليس لديه ما يستطيع بواسطته وهو المعجز أن يثبت صحة نبوته هذا غير معقول كذلك مسألة الإمام لأن معنى إمام واجب الطاعة يجب على الخلق أن يطيعه ولكنه لا يمتلك أن يثبت ما يدعيه فحينئذ لا يمكن للناس أن أو أن يلزم الناس بطاعته ولا يجب عليهم طاعته لأنه ما استطاع أن يثبت إمامته فإثبات إمامته واحد من الوسائل لا أريد أن أقول بأنها تنحصر لكن أقول واحد من هذه الوسائل التي يستطيع الإمام الذي يريد أن يلزم الخلق بطاعته وجوب اتباعه لا بد أن يبرهن على ذلك بأحد الأدلة واحد منها اطلاع على علم الغير وهذا ما تفسره الكثير من الروايات أو الجزئيات الخاصة في حياة الأئمة مثلا بعض الأحيان الإمام يخبر الشخص يقول أنت كنت في المكان الفلاني وجرى الحدث الفلاني كنت مسافر وصادكم في السفر كذا وكذا وكذا يعني الإمام ما يريد أنه لم يتحدث بهذه القضايا خارج إطار إثبات إمامته وتدعيم إمامته إثبات اليقين بإمامته في قلوب من يعتقد وإثبات إمامته على من لا يعتقد إمامته ما يخرج عن هذا الإطار أو أن الإمام يخبر الأشخاص بما فيه ضمائر من أسئلة يقول جيد تسأل عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا جوابه كذا وكذا مع أن هذا الشخص بعدما تفوه بكلمة ما سأل هذا لا يخرج عن هذا الإطار أن الإمام بصدد إما تثبيت اليقين بإمامته في نفوس متبعه أو إثبات الحجة على من لا يعتقد بإمامته هناك مثال جيد دائما أضرب به يعني مثل فرضنا الإمامة من ضروريات المنصب من ضروريات العلم الغيب عفوا علم الغيب من ضروريات المنصب منصب الإمامة ليس شيء تكميلي أو شيء جانبي أو شيء ليس أساسي من ضروريات الإمامة أن يكون الإمام مزود بعلم الغيب ليش لا بد أن يكون مزود بعلم الغيب لأن هذا مثال مثل إنسان حكيم والحكيم دائما تصرفاته أفعاله على ميزان ماذا؟ الحكمة فما يفعل شيء عبثي أو ما يحق غرضه هذا معنى الحكيم الذي يذكرونه في علم الكلام هذا الحكيم له فرضنا أن بلد موبوء بمرض مزمن بمرض مزمن هذا الشخص الحكيم أرسل طبيبا لمعالجة هذا المرض المزمن الذي تعاني منه هذه البلدة بلدة موبوءة بمرض مزمن أحسن طبيب طبيب الحاذق البصير أرسل إلى هذه البلدة قال يروح عالجه لكن ما زود بالمعدات الطبية ما زوده بما يحتاج له هذا يقال عنه حكيم أنت صحيح أرسل طبيب حاذق لكن الطبيب الحاذق في مقام المعالجة يحتاج إلى معدات طبية لو لا يحتاج إلى طاقم طبي لو لا يحتاج إلى خيمة طبية لو لا كل هذه محتاجة أنت لما ترسل طبيب حاذق بصير ولكن لا ترسل معه المعدات ولا تزوده بالمعدات الغرض ما يتحقق أنت تحتاج إلى الطبيب لمعالجة المرأة وتحتاج إلى هذه المعدات اللازمة مجرد الطبيب ما ينفع كذلك البشر بالنسبة إلى الإمام كما أنهم يحتاجون إلى الإمام المعصوم ليأخذهم إلى طاعة الله ويذلهم على طاعة الله لكن هذا الإمام المعصوم بملكاته النفسية وبعلمه بوحده ودائما يكون مؤثر يحتاج بعض الأحيان حتى يحقق غرض الذي من أجله نصب لا يحتاج أن يكون مزود بشيء آخر منها ماذا؟ علم الغيب فمسألة علم الغيب للأئمة هذه مو مسألة تكميلية أو مسألة هامشية بل هي من ضروريات هذا المنصب حتى تتم الحج لله وهذا ما تكشف عنه الروايات الموجودة الكثيرة في أصول الكافي وفي غيره بصائر الدرجات مضمون الرواية يقول أن الله عز وجل أكرم يعني أكرم يعني شنو؟ يعني الله بمستوى حكمته لا يليق به هذا معنى أكرم يعني لا يليق به شأنه أن ينصب بينه وبين الخلق حجة فيحجب عنه خبر السماء مضمون الروايات هي كثيرة أنا نقول لكم هذا النص إن الله أكرم من أن ينصب رجلا بينه وبين خلقه يقول لهم هذا حجتي عليكم واسمعوا له وأطيعوا مخالفة مخالفتي معصية معصيتي ولكن يحجب عنه خبر السماء هي كناية عن علم الغيب يحجب عنه خبر السماء كناية عن علم الغيب يعني أكرم لا يليق به مثل ما نقول أحنا فيما بيننا أنت أكرم من أن تقوم بهذا الفعل حاشا كنت قم بهذا الفعل إن الله أكرم من أن ينصب رجلا بينه وبين خلقه فيحجب عنه خبر السماء هذا ما يليق بشأنه فإذا مسألة علم الغيب أن الأئمة لهم هذا المقام مقام علم الغيب والأخبار بالمغيبات هي من الضروريات المذهبية ولا تمثل غلوا ولا تفتقد ماذا الدليل العقلي بل هي أمر طبيعي لما أن نثبته لمن هو إمام منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى على أنها مسألة ضرورية تفرضها ضرورة المنصب وتفرضها موقع المنصب هذه المسألة الرابعة والخامسة المسألة السادسة التي هي أيضا تمثل من ضروريات المذهب المعجز المعجز هذه البعض مع الأسف عندي وقت له المعجز الكثير من الناس الآن نتيجة غلبة الماديات وتأثر الناس بالأجواء المادية يرى أن كل قضية ينقلها الخطيب معجزة من المعاجز يعتبر هذا نوع من الخرافة والعياذ بالله أو يعتبر هذا نوع من الغلو أو يعتبر أنه هذه ماذا نتيج تهريج وصلبنا المستوى إلى هذا النح أصل المعجز مع غض النظر عن المفردات أنا ما جاي أناقش في مفردة مفردة إثبات أصل المعجز وأن الإمام صلى الله عليه له القدرة على أن يخرق نواميس الطبيعة ويوجد المعجز لأن المعجز هو الأمر الذي لا يجري على وفق الأمور ماذا العادية وفيه خرق النواميس للطبيعة لعل إنسان يقول خب شو الفرق بين النبي وبين غيره نقول فارق هذا النبي مزود بالمعجز مصاحبا ذلك بدعوته للنبوة يلازم يعني يريد يثبت نبوته أما الإمام ما يريد يثبت نبوته وأن أنا نبي وصاحب الشريعة لكن يريد أن يثبت ارتباطه بالله سبحانه وتعالى وأنه حجة من قبل الله سبحانه وتعالى فكما أن علم الغيب من الأمور التي تفرضها طبيعة الموقع وضرورة المنصب كذلك المعجز المعجز نفس الشيء المعجز هو أمر خارق لنواميس الطبيعة ويجري على خلاف العادة يحتاج إليه الإمام سلام الله عليه من أجل تحقيق غرضه وهو هداية الناس الغرض من الإمام كما يقولون هو لطف واللطف كل ما يقرب الناس من الله يعني هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى والأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل هذا هو الهدف والغاية من نصب الإمام هذا الهدف يحتاج إلى آليات تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى آليات يحتاج إلى أسباب من جملة هذه الآليات وهذه الأسباب هو تمتعه بالقدرة الإعجازية لكن ينبغي أن نفهم سواء كان على مستوى علم الغيب أو على مستوى المعجز الإمام ما يعمل هذه القدرة من علمه بالغيب أو بالإعجاز جزافا مرة واحدة يجيب المعجز أو يخبر عن الغيب جزافا إنما يستعمل هذه القدرات الإفاضية الإلهية لأجل تحقيق هذا الغرض وهذه الغاية وهو هداية الناس إيصال الناس إلى الغرض الأصلي وهو تقريبهم من الله سبحانه وتعالى الذي لا يتم في بعض الأحيان إلا بمعرفة المعصوم بل نقول لا يتم إلا بمعرفة المعصوم وهذا ما دللت عليه أحاديث وروايات أهل البيت إنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني الدين اللي ما يكون بواسطة تعريف الحجة هذا مو دين هذا ماذا ضلال الدين الذي يكون هو الدين الصح الدين المقبول الدين المرضي الذي يوصل إنسان إلى الله هو بتعريف ماذا حجة الله عندنا روايات كثيرة في هذا المجال لا يسعنا أن نستعرض إليها حتى في الأمور العبادية يا أخوة حتى في الأمور العبادية أيضا نفس الشيء مضمون روايات كثيرة لو أن عبدا عبد الله عز وجل ولم يكن ذلك بذلالة ولي الله لم يكن له على الله ثواب ولا أجل ارجع إلى الوسائل المجلد الأول أبواب أحكام العبادات العامة لا بد أن تكون العبادة باب لا بد أن تكون العبادة بدلالة الإمام مضمون هذه الروايات كثيرة لو أن عبد الله عز وجل من دون أن يكون بدلالة بدلالة يعني ما يأخذه من الدين دل عليه الإمام ما يأخذه من العبادات والممارسات العبادية لم يكن بذلالته ما يمكن أن يستحق على عمله هذا ثواب ولا أجر ولي طالب الله بأجر ولا ثواب لماذا؟ لأن هذه العبادات التي يتعبد بها ليست بالطريق المرسوم من قبل الله الله يقول لنا رسمت لك هذا الطريق صلاتك صومك حجك عبادة حتى يكون لك الثواب والطالب بالثواب لا بد بواسطة هذا الطريق المرسوم لو أخذت بغير هذا الطريق المرسوم أنت جبت عبادة من عندك أنت لا تطالبني بأجر ولا ثواب لو أن عبدا عبد الله ولم يكن ذلك بذلالة ولي الله لم يكن له على الله أجر ولا ثواب وبعدين في بعض هذه الروايات الإمام فسر هذه الآية وعمدنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورة فسرها بأن من يعبد الله من دون أن يكون بذلالة المعصون صلاة الله وسلام عليكم إذن أيها الأخوة هذه الأمور لما نثبتها للإمام المعصوم علم الغيب المعجز هذا ليس من الغلو وإنما كما قلت هذه ضرورة تفرضها موقعية الإمامة وضرورة يفرضها منصب الإمامة لأنه يصب في تحقيق هذا الهدف الذي من أجله نصب الإمام وهو هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى هذه الهداية التي لا تتم إلا بتوسيط الإمام المعصوم ومن دون توسيط الإمام المعصوم تكون هذه الهداية ماذا؟ ضلال إنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني وهذا ما فات أحاديث كثيرة مثل أهل بيتي فيكم مثله سفينة نوع ما ركب فيها نجا النجاة الأخروية إنما تتم عبر هذه السفينة لا تتم عبر سفن أخرى سفن الأخرى لا توصل إلى الغاية المرضات عند الله سبحانه وتعالى تبقى مفردة أنا أريد بس أختم بها نحن المفردة تمرين بها سريع مع أن كل مفردة تحتاج إلى وقوف بس بحسب ما هو معين من الوقت ومرسوم هل الرجعة هي من ضروريات مذهبنا أو لا؟ وما من مقصود بالرجعة؟ باختصار الرجعة لها معنيان معنى أنه يرجع قوم ممن محظ الكوف في آخر الزمان وقوم ممن محظ الإيمان في آخر الزمان هذا معنى للرجعة المعنى الثاني رجعت الأيمة صلوات الله وسلامه عليهم إلى دار الدنيا في آخر الزمان ليحكموا هذه الرجعة لها معنيان رجعت قوم في آخر الزمان سواء كان هؤلاء ممن محظ الكفر أو ممن محظ الإيمان المعنى الثاني للرجعة التي بمعنى أنها حكم الأيمة وعودتهم صلوات الله وسلامهم في آخر الزمان هذا أيضا معنى للرجعة أما المعنى الأول فهذا معنى بلا إشكال أنه من ضرورياتنا وهو رجوع قوم ممن محظ الإيمان ومحظ الكفر هذه مسلمة وهذا ما تدل على ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل مضمون الآية فهذا لا يتدل على أن هناك إماتتين وهناك ماذا إحياءين وهذا ما ينطبق على الرجعة بهذا المعنى الأول أما الرجعة بالمعنى الثاني فعندنا روايات متواترة كثيرة جدا في رجوع أئمة أهل البيت صلى الله وسلم عليهم في آخر الزمان ويحكمون الآن هذه اختلفوا الفقهاء في تفسيرها هالرجوع أشخاصهم أو رجوع دولتهم وكني عن رجوع أشخاص يعني كني عن رجوع دولتهم برجوع أشخاصهم هناك من الفقهاء من يرى أن الاعتقاد بالرجعة بالمعنى الثاني الأول مسلم ما يمكن للإنسان أن ينكره لكن المعنى الثاني للرجعة وهي رجوع أئمة أهل البيت ليحكموا في دولة آخر الزمان بعض الفقهاء قال يجب الاعتقاد به لنتيجة وجود الروايات المتواترة في هذا المعنى ووجود روايات كثيرة في هذا المعنى وعلى هذا الأساس بعضهم قال بأنه يجب الاعتقاد بها لكن يقول بأنها ليست من ضرورية المذهب بهذا المعنى يعني من علم بها وجب عليه الاعتقاد بها أما من لم يعلم فهذا لا موضوع الاعتقاده بشيء لا يعلمه فهذه مسألة خلافية رجع بالمعنى الثاني وتحتاج إلى محاضرة مستقلة هناك كلام كثير بس يعني بحسب ما يسمح به الوقت هو الوقت محاصر ولذلك ربما أنا أسرعت في سرد هذه الضرورات وبعض الأمور فاتتني لعله في أثناء المحاضرة إن شاء الله من خلال الأسئلة يتم تدارك ما أغفلته أو تعمت أغفاله ترجمة نانسي قنقر طبعا سماحة الشيخ التسلسل الجميل للمحتوى العلمي ثري وانشداد المستمعين جعلني أتجاوز عن الوقت الوقت المحدد كان 30 إلى 35 وصلنا إلى تقريبا خمسين دقيقة يعني 17 دقيقة ولكن لم أحب أن أقاطعك لانشداد الجمهور وللمحتوى العلمي الراقي حقيقة شكرا سماحت الشيخ على هذا الطرح الذي تطرقت فيه إلى معنى القيمة واختصاص الدين الإسلامي بهذا الوصف دين القيمة ثم إلى انقسام الدين إلى قسمين عقائدي وتشريعي وطبعا تشريعي بمنعناه الأعم من الأعم من المصطلح المستخدم في الفقه وانقسام القسمين العقائدي والتشريعي إلى ضروري وغير ضروري وانقسام الضرورات إلى قسمين ضرورة دينية وضرورة مذهبية والفرق بين القسمين إلى أن انتهيت بتعداد بعض الضروريات المذهبية قبل أن نذهب إلى الجمهور ونستمع إلى مداخلاتهم وأسئلتهم نطلب منهم لعند مداخلة يخبرنا عشان نرتب المداخلات قد نطرح إشكال شيخنا على أصل الباحث اللي هو ضروريات المذهب أو مسلمات المذهب استعدادا إلى مداخلات الجمهور ونتمنى أن نسمع مداخلات أيضا من الجمهور اللي يشاركونها في هذا البحث الثريع سمحت الشيخ لا شك أنكم ذكرتم بعض ضروريات المذهب في الجانب العقائدي وهناك ضروريات أخرى في الجانب العقائدي والجانب التشريعي أيضا من الإشكالات التي تطرح على هذا الباحث اللي هو باحث الضروري أو المسلمات المذهب إن أصل هذا المصطلح ضروري أو مسلم أصلا لم يكن موجود وإنه مصطلح حديث وإذا رجعنا إلى الضروريات يعني إذا رجعنا إلى التعريف نفسه التفريق بين ضروري المذهب وضروري الدين نرى إنه يعتمد على الإجماع إجماع العلماء فإذا أجمع علماء الأمة على شيء أصبح ضروري دين إذا أجمع علماء المذهب على شيء أصبح ضروري مذهب وهذا أيضا نأخذه من تعريف ضروري المذهب هو إجماع علماء المذهب إذن المسألة لا تعدو إن كل أمر يحتاج إلى دليل فهل الضروري يحتاج إلى دليل لإثباته؟ إذا أحتاج إلى دليل وقع الخلاف بين علماء المذهب أو في حال كون له ضروري مذهب وبين علماء المسلمين في حال كونه ضروري دين فإذا أحتاج إلى دليل وقع الخلاف وزالت عن وصفة ضرورية وإذا لم يحتاج إلى دليل فمن أين نأخذه؟ من أين نسلم به؟ خصوصا أن المصطلح غير مطروح في العهد الأول قد يكون لذلك الإشكال يقول لا وجود للضروري وإنما هذا اجتهاد وكل مسألة خاضعة للإجتهاد والباح فما يقول سماحتكم في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم السؤال جدا مهم أولا أنه أحنا ما يهمنا المصطلح بقدر ما يهمنا واقع الشيء يعني هذا الواقع ألا نحن كون مصطلح طروري هذا مصطلح جاء متأخرا ولمهم المصطلح المهم واقع هذا الشيء مسألة كون الإمام بالنص كون الإمام لا بد أن يكون أفضل الخلق كون الإمام يعلم بما تحتاج إليه الناس في أمور دينها هذه هذه واقع هي الأشياء ثابتة لو مو ثابتة ثابتة بلا شك ثابتة هذا الثابت أحنا عبرنا عنه بالضرورة يوجد كلمة ثانية نستطيع نعبر عنه هذه مو مسألة المهم أن يكون ماذا واقع هذه الأشياء المسميات مو مهمة عبر ما تعبر لو فرضنا موجود في القاموس اللغوي العربي موجود شيء غير الضرورة ما نجيبها فإذا المسألة مو دائرة حول المصطلح وأنها مسألة حول واقع هذه الأمور هذه الأمور موجودة في الواقع لو مو موجودة بوصفها واضحة موجودة لو مو موجودة موجودة يعني أصل وجودها ثابت وبهذا الوضوح الذي نعبر عنه بالضرورة أيضا موجود في الواقع الآن المصطلح ما يهمنا كون هذا مصطلح أحنا صلحنا عليه عبرنا عنه بالضرورة افترضنا أنه مثلا ما موجود في الروايات هذا المعنى هذا ما ليأثر لأن المدار على واقع الأشياء الشيء الآخر الإجماع مهن لأكسبها الضرورة هيلتفتوا إليها لأن الإشكال يقول إنما اكتسبت الضرورة لأنها أجمع عليها فإذا كانت المسألة قابلة للنقاش فقدت قيمتها أحنا نقول لا بالعكس العلماء يقولون بالعكس لأنها واضحة صارت مورد للإجماع فالإجماع هو الذي يكشف عن ضرورتها مهن يثبت ضرورتها بمعنى لأنها بمستوى من الوضوح والتسليم صارت مورد للإجماع أجمع عليها لأنها ضرورة مهن لأنه أجمع عليها صارت ضرورة فرقوا بين الأمرين بين كونها لوضوحها صارت إجماع فالإجماع مسبب عن ضرورتها وبين أن نقول لأنه أجمع عليها فتولد ضرورتها هذا المعنى خطأ الثاني مهن لأنه أجمع عليها تولدت ضرورتها لأنها ضرورة وثابتة صارت مورداً للإجماع شكراً سمحت الشيخ إذا في مداخلات من الجمهور تفضل إذا في ميكروفون ثاني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يعني لعدنا إياك لحظات جداً جميلة لا توصف حزك أستوى العلم عشاء الله السؤال هنا هنا إن مثلاً العصمة مثلاً جيل العصمة أنت قلت نجيب نقطة مهمة إن علم الإمام علم الإمام مختص بس في الدين يعني هذا الإجماع إنه مختص بس في الأمور الدينية قد يطرح سؤال قد يطرح سؤال إذن في الأمور السياسية ما يكون الإمام محل إجماع يعني مو محل إذن في قرارات السياسية مثلاً في صلح الإمام الحسن عليها في الصلاة والسلام هنا السؤال هل قرار الإمام إذا ما كان قراره هو معصوم إذن إذا قراره معصوم هو ناتج عن العلم فالإمام لازم يكون معلوم في كل المفاصل يعني في قضايا سياسية في قضايا هاي السؤال الأول السؤال الثاني اللي هي العصمة مثلاً واليوم هناك مقولة يقول إن العصمة ما كانت موجودة ما كانوا يعرفونها أصلاً العصمة اليوم أحين أسسها المفيد أما أصحاب الإمام لأيما على المتكلمين ويضربك أمثلة يقول لك لو كان محمد بن حنيفية يعرف عصمة الحسين لما لما شار عليه هو يضربك أمثلة يقول لك العصمة أصلاً ما كانت موجودة من خلال مثلاً زرارة صحيح زرارة هذا يقول لك ماذا ما أؤمن بالإمام يعني في أمور مثلاً بعثها السؤال الثاني السؤال الثالث هل هنا هل إنكار مثلاً الأيما إنكار الثنى عشرية ضرورية الغيبة الإمام الضرورية ولكن هل إنكار مثلاً مثلاً مثال إنكار السفراء الأربعة هل هذا من الضروري أو هذا انحراف فكري أنا أجي أشك في السفراء الأربعة هذا انحراف فكري أو انحراف خارج نطاق المذهب بس أهي السؤال السؤالة مهمة جداً وكل واحد منها تحتاج إلى الجواب علي يعني على الأقل عشر دقاق بس أنا أختصر لا شك أن الأيما صلاط الله وسلامه عليهم فيما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم مسلم بكونهم يعني يعلمون كل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وهذا ما دللت عليه الروايات في الجوانب الأخرى أحنا عدنا مسألة ولذلك بعض الباحثين خصوصاً لبحثوا هي الجوانب مع الأسف لأن ما عندهم نظرة شمولية وقعوا في يعني مفارقات حتى من بعض الباحثين من المذهب أحنا عدنا علم الإمام وعدنا إجماع على كون الإمام صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون أفضل الخلق ولذلك يجمع المتكلمين يجمع المتكلمون من علماء الشيعة انظر إلى المتون الكلامية القديمة الشيخ المفيد السيد المرتضى الشيخ الطوزي الكراكجي صلاح الدين الحلبي وأنت نازل كلهم يذكرون أنه يشترط في الإمام أن يكون أفضل الخلق أفضل الخلق يعني شنه يعني معناه أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد في الناس يتميز عليه بميزة ما يمكن يتميز عليه بميزة فرضنا مثلا إذا جينا إلى جوانب السياسة يكون هناك شخص متميز عليه في التشخيص في القدرة في التحليل في اتخاذ القرار في الشجاعة لأنه لو صورت هذا الشيء يعني معناه أنه ما صار أفضل الخلق صار هناك ماذا من هو غيره فلإجماع علماء الإمامية على أنه لوذن يكون الإمام أفضل الخلق في الجهات التي يمكن أن يوجد فيها من يكون أفضل منه هذا ما يمكن فهو أفضل الخلق على هذا الأساس فهو أفضلهم في الجوانب السياسية في الشجاعة في الإدارة في القرارات إلى غير ذلك موين ثبتها مسألة كونه عالم بأمور الدين وأنه لا بد أن يكون أعلم الناس فيما يحتاج إليه الناس في دينهم لكن عدنا مسألة أخرى يجمع عليها العلماء وهو كونه أفضل الخلق فما يمكن أن يكون يتخذ رأيا في أمر من أمور الناس والمجتمع وهو إمامهم ويكون هناك رأي أفضل من رأيه لأن هذا مخالف لإجماع علمائنا على أنه لا بد أن يكون أفضل الخلق سواء كان في الصفات في السلوكيات أو في هذه الجهات فلهذا الإجماع نحن نسلم أضف إلى ذلك من قال بأن علم مختصر فقط في أمور الدين هي الرواية المشهورة والمعروفة والتي هي من المشهورات أن أمروني صلى الله وسلم عليه قال على منبر الكوفة مرارا الرواية صفة شكل قالها مرارا على منبر الكوفة سلوني عن طرق السماء فأنا أعرف بها عن طرق من طرق الأرض خب مقصود طرق السماء يعني كناية عن الأمور التي ما ترجع إلى الدين أنا أفسر بها بصير بها فهذا يذل على أن الإمام لديه علم ماذا واسع هذا لديه علم ماذا واسع وموجود شواهد على هذا المعنى كثيرة مثلا كشواهد على ذلك الأئمة تحدثوا في الطب لو ما تحدثوا في الطب تحدثوا في الطب وأرشدوا الناس إلى بعض العلاجات الخفية عليهم هذا الطب راجع لأمور الدين لا مراجع لأمور الدين راجع لأمور الدنيوية أخبروا عن بعض المضار لبعض الأشياء أخبروا عن خواص بعض الأشياء يقولون هذا كمثرة فائدة كذا هذا ما أدري الخيار فائدة كذا فالأئمة نجدهم تحدثوا في مجالات خارج عن أمور الدين أخبروا عن أمور طب أخبروا عن خواص الأشياء أخبروا عن مضار الأشياء فهذا يدل على أن الإمام علم ما مرتبط بخصوص ماذا أمور الدين الثالث نجد أن الأئمة صلاط الله وسلام عليهم تحدثوا عن علوم وحلوها بطرق سهلة أمير المني ومسائل الرياضيات الإمام الصادق ومسائل الرياضيات الإمام الصادق وعلم الكيميا الإمام الصادق وعلم الجاب الرياض وهكذا خب هذه أمور خارجة عن أمور ماذا الدين بس لما نقف على حياتهم نجد أن هناك مفردات كثيرة تدلل وتدعم أن الأئمة صلاط الله وسلامه عليهم قد أثبتوا أن علمهم علم شامل وعلم واسع فإذن لا معنى لأن نحصر علم الإمام بخصوص أمور الدين بل حصر علم الإمام بخصوص أمور الدين يتنافى مع علماء الشيعة كافة على نلابد أن يكون أفضل الرعية ولا يمكن أن يوجد في رعيته ما هو أفضل من مدعما ذلك بهذه الشواد التي ذكرتها الأمر الثالث هذا مهم أيضا أن نلتفت إليه الآن لما نجي إلى مواقف الأئمة ونحللها هذا صحيح حدث لكن أنت لما تجي إليه بما تمتلك من مادة تاريخية واسعة تجد أن الموقف الذي اتخذه أي إمام بحسب المعطيات في المادة التاريخية ما يتجمع لك من المادة التاريخية تجد أن هذا هو القرار الصائب مثلا مثل ما تفضل الأخ الكريم صلح الإمام الحسن خب هناك من كان يرى أنه من الضرور أن محاربة لكن أنت لما تقرأ المادة التاريخية المتوفرة وتقيم هذا الحدث على أضوء تلك الأحداث التاريخية ترى أن خطأ المواجهة والاستمرار في المواجهة هذا خطر مغامرة يعني معناه أن الإمام مغامر بنفسه وبأهل بيته وبشيعته والنتيجة تضحية بكل الخط في حين أن المصالحة في ذلك الوقت تعني تكتيكا فنيا يحفظ الشيعة يحفظ أهل البيت ويحفظ بقاء هذا الخط فإنت ما تحتاج إلى أن تثبت أن أصوبية رأي الإمام صلى الله وسلم أكثر من أن تقرأ هذا التاريخ المادة المتجمعة عندك وعلى أساسها تقيم وهكذا سائر الأيمة فكل هذه المعطيات تدلل على أن علم الأيمة صلى الله وسلم هو ماذا علم شامل ما يختص بعلوم الدين وفي رواية عن إمام الصادق لطيفة جدا الإمام الصادق يقول لو كنت بين الخضر وموسى لأعلمتهما هذه رواية لطيفة والتي في بالي أنها جاءت بأكثر من طريق يعني الرواية هذه نقلت بأكثر من طريق في وقت من أوقات أننا لاحظها ما توفر لذي يعني سبع طرق روية هذه الرواية عن إمام الصادق وفي طريق من هذه الطرق أنه طريق سني ليس طريق من الشيعة سند كل عامي أن الإمام الصادق قال لو كنت بين الخضر وموسى لأعلمتهما يعني معناه أن علم الأي علم ماذا واسع وليس علما مقتصرا على جوانب الدين على أن هناك الشيخ المفيد رحمه الله في الرسالة المعروفة بالمسائل العبكرية يقول بأنه لو قلنا بأن الإمام فقط يعني علمه مختص بأمور الدين لما صلح لأن يكون إماما للناس في دنياهم مع أن الإمام عندنا حسب ما اعتقدنا إمام في الدين ماذا والدنيا إذن هذا خلاصة الكلام في هذه النقطة مسألة العصمة هذه من الغرائب والمغالطات يعني من المغالطات أن الإنسان يقول العصمة ابتكرها الشيخ المفيد إذن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بيطهركم تطهيرا هيجابنا الشيخ المفيد يحني لا شك هذه إرادة خاصة إرادة تكوينية الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أني أريد لهؤلاء الصفواء أن أطهرهم وإرادة التكوينية لا يمكن أن تتخلف الله إذا أراد شيئا على مستوى التكوين تتخلف إرادة يريد من الصلاة يريد من الصم هذه إرادة تشريعية لكن يمكن الإنسان ما يصلي يمكن ما يصوم الإرادة التشريعية ليس إلا أمر ونهل فالمكلف العبد ما يمتث الأمر أما الإرادة التكوينية ما يمكن أن تتخلف إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وما اكتف قال يريد يعني يريد أن يذهب عنكم الرجس الرجس هو كل مأثم كل منقص كل عيب هذا معنى بعد القرآن ما اكتف بهذا قال ويطهركم مو بعد ماذا قال ويطهركم منتهى ويطهركم تطهيرا تأكيد لفعل لفعل التطهير فهذه الآية تثبت العصمة الآن هذه الآية الشيخ المفيد جابها العلماء المتأخرون جابها خلقا هذا القرآن يعني قبل الشيخ المفيد هذه الآية تقرر عصمة الأيامة فالآن أحنا عبرنا عن هذا المعنى القرآني بالمصطلح وهو العصمة هاي مو مهم ولذا يقول نحن مو مع المصطلحات نحن مع الحقائق هاي حقيقة يقرها القرآن هاي الحقيقة احنا جينا عبرنا عنها بالعصمة انت اي شيء بسسميها سمها لكن هاي الحقيقة ثابتة لو مو ثابتة تهمنا الحقائق للمصطلحات انسان يجي ويغالط ويحاول ان يضلل الناس والعياذ بالله ويحاول ان يقفز على ثوابت ومسلمات ويقول والله العصمة ما كانت معروفة اقرأوا حديث الامام الصادق مع عبد العزيز المهتدي اللي ممكن في صفحتين ثلاث صفحات يقول لما كنا في الجامع في خراسان او في الري ودخلت على الامام الرضا فقلت له او الامام قال لي فيما كان القوم يعني الامام مدرك ان اكو حديث جرى بينهم في جامع مسجد الري فقال انهم يخوضون في مسألة الامامة لانهم المسائل اللي كانت يعني جدلية ومثار باحث ومثار نقاش فقال ظل والله القوم يعني هؤلاء شون يتحدثون عن امام يعرفون وش مسألة الامامة ثم قال الامام والله مطهر من العيوب مطهر من الدنس منزه عن العيوب الى اخر الرواية هذا المعنى اللي يثبت ان الامام يقول والله ان الامام مطهر من الدنس منزه عن العيوب لا دنس في هذه العصمة الان تجسميها عصمة لولا المهم هي حقيقة يقرها الامام لهذا الحديث جاء بالشيخ المفيد لو الامام الرضى قال له هذه مغالطات سؤال الثالث اذا هاي حقائق ثابتة في المذهب الفقهاء اصطلحوا عليها المتكلمين اصطلحوا ما يهمن المصطلح يهمن هاي الحقيقة والالفاظ تكشف عن الحقائق مو اكثر المصطلحات تكشف عن الحقائق مو اكثر مو المصطلحات هي اللي تولد الحقائق المصطلحات تسميات لهذه الحقائق سؤالكم الثالث راح على بالي بالنسبة للسفراء الاربع هل هم من ضروريات المذهب الامام بهم هي من المسائل المشهورة إذا قلنا أنه ما تدخل في صحة اعتقاد الإنسان وصدق هذه الصفة على أنه إمام الشيعين نقول لهذا ليس من الضروريات لو إنسان أنكر قال ماكو سفر أربعة الإمام غابوا معيا هذا لا يعتبر أنه خرج عن مذهب التشيع ماذا يؤمن بالأيما الاثنى عشر ويؤمن بإمامتهم بالناص ويؤمن بعصمتهم على هذا التعريف لا يعتبر أنه أنكر ما يخرجه من المذهب من الإطار العام نعم هو منكر لشيء مشهور ومنكر لشيء متسالم صحيح أما أنه منكر للضرورة التي تخرجه من وصفه كون من المذهب لا شيخ نفس السؤال للأخوات يشير إلى أنه هل هو ضرورة أو مو ضرورة إذا لم يكن ضرورة هل هو انحراف فكري؟ انحراف فكري نعم يعني يمثل انحرافا فكريا وإنكار للمسلمة لكن ليس معنى أنه كل المسلمات التي ينكرها الإنسان توجب خروجه من مذهب أهل البيت لا بعض المسلمات ولو كانت هي مسلمة لكن ليس إنكارها يوجب خروجه من المذهب الخروج من المذهب هو الخروج على هذه الثوابت العامة التي بواسطتها يطلق وصف الشيعي على الإنسان وهي عبارة عن هناك سخف أقل من الضرورة وهو الانحراف الفكري وهذا أيضا غير مقبول أو يعني مثل إنسان يجي ينكر بعض المسلمات الطب أو مسلمات القوانين الهندسة أو غير ذلك بلى برهان أنت تقول لي ليش هذا شيء مشهور معروفة كتب التاريخ موجودة الروايات موجودة لكن يقول لك والله أنا ما أؤمن هذا انحراف لوثة فكرية لكن هل أنه بإنكار لذلك لا يكون شيعيا ما اعتقاده بوجود الإمام صاحب العصر والزمان وأنه حي يرزق وأنه سوف يخرج في الزمان آخر الزمان ويقيم دولة الحق ما دام يعتقد بهذه الثواوت والمسلمات فهو شيعي لكنه لديه انحراف يوجد لديه انحراف ونوعا من اللوثة طب من الأولوية للمستمعين إذا موجود مداخلة وإذا لم يوجد في نفس المجال يمكن تحديد الضروري يعني بهذه المساحة ما هو الضروري فقد تختلف المساحة من شخص إلى آخر فتحديد الضروري تحديد صحيح فترى عدد من المسائل غير الضرورية تدخل في المسائل الضرورية والعكس قد تخرج بعض المسائل الضرورية من يعني اسمحوا لي الضروري مو أمر نسبي هذا لا بد أن نلتفت إليه يعني ما يمكن نعتبر الضروري هو أمر نسبي بل الضروري هو أمر ثابت حقيقة مطلقة الآن هل يمكن أن نقول بأن عدد الأيمة وكونهم 12 نسبي من يعني ضروري بالنسبة إلى من عرف الأدلة وغير ضروري لا هذا أمر حقيقة حقيقة ثابتة وليست نسبية عصمة الأيمة صلى الله عليه وسلم كونها بالنسبة هذه حقائق مطلقة وليست نسبية بحيث من أدركها يجب عليه لا 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 هذه حقيقة مطلقة وبأذنى تأمل يعني بمجرد أذنى تأمل تظهر للإنسان أن هذه حقيقة مطلقة وثابتة في المذهب أحنا ما يمكن أن نقبل بأن هذه الحقائق نسبية لما لما تعطيها النسبية معنى أنه أنت أصلا تنكر ضرورتها مع أننا أحنا لما نقول ضرورة يعني هي واضحة لكل أحد هذا معنى الضروري ما يتيسر إقامة الدليل عليه بحيث أنه إقامة الدليل عليه يعني لا يمكن أن تواجه صعوبة أو مشقة وشدة بحيث أنه أنا ما أستطيع أن أثبت أن كون الأيما الاثنين عشر ما أستطيع أن أثبت عصمتهم لا بأدنى تأمل بأدنى نظر يستطيع الإنسان أن يثبت عصمتهم إمامتهم بالناس كونهم اثنين عشر مقاماتهم صلاة الله وسلام عليهم بالنسبة شيخنا إلى عدد المسائل الضرورية يعني كلامكم شيخ صحيح في حال الكلام عن المسألة الواحدة ولكن هناك مسائل عند بعض العلماء مثلا تدخل في الضروري هذه من ضروريات المذهب مثلا وفيها اختلاف بين العلماء يعني هل مثلا في عصمة الأيما يوجد اختلاف في النص عليهم يوجد اختلاف في مقاماتهم هذه هي ضروريات التي لا خلاف عليها لا خلاف عليها ولكن قد توجد بعض المسائل الأخرى ما يوجد فيه اختلاف مثلا معنى أن هذا ليس ضروري ماذا من تفرط في خلاف معنى أن الدليل عليه مواضح المشكلة شيخ أن البعض يراه ضروري قد البعض يراه ضروري فيخرج من لم يراه من المذهب ليس مسلما يمكن أما ليس ضروريا لا يعني المسلمة يمكن أن نقول بأنها قسمة مسلمات ضرورية وأمور لا ترقى إلى هذه الضرورية أما هي ضرورية وموجود فيها نسبية هذا ما يمكن ضروري يعني هي أمر واضح لدى الجميع أما تقول لي ضرورية وجد فيها خلاف ما صارت ضرورية هناك أمور مشهورة ومعروفة ومسلمات بين المذهب لكنها مثلا قد يكون على مستوى الدليل لا يوجد لها سوء لكن هناك لا مسلمات ضرورية هذه المسلمات التي اتصفت بالضرورة ما يمكن أن نقول أن هذه أمور نسبية تختلف من طرف إلى طرف ومن شخص إلى شخص إنما بعض المسلمات قد لا تصل هي صحيح أنه مشهورة ومعروفة في المذهب لكنها لا تصل إلى مستوى الضرورة فالضرورة شيء أرقى من المسلمة أرقى من المسلمة أما أنه تقول لي ضروري ولكنه يصعب إقامة الدليل عليه أو ما صار هذا ضروري يعني ضروري يعني واضح يعني من مسلمات المذهب أما أنه المسلمات هل كلها ضرورية أو لا؟ شيء آخر قد تكون بعض المسلمات ضرورية بعضها تكون ليست ضرورية مورد بحث إذا في مداخلات أخرى طبعا قبل المداخلتين في أشكال بعد الشيخ يقول الضروري في الواقع ليس ثابت على الأقل في تفاصيله يعني إذا أخذ تفاصيل يمكن أن تكون مورد أما أصل الضروري لا ما يمكن إذا أخذ مصطلح وأفرقته من محتوى العصمة وقلت ودخلت في تفاصيل العصمة ونفيت كل التفاصيل أو صار خلاف في كل التفاصيل واش بقى من العصمة؟ مثلا يعني لما لا بد أن نحدد هذا المعنى ما هو معنى العصمة كون منزه عن الذنب صغيرا وكبيرا من حين ولادته إلى حين ماذا وفاته هذا معنى العصمة اللي يعتقدون هذا أمر ضروري هذا التفاصيل هذا أمر ضروري ما حد يقول الإمام يمكن يجوز عليه فعل الصغيرة أو الإمام يمكن أن يفعل الذنب قبل إمامته الفعلية أو قبل مثلا بلغة ما حد يقول الإمام بحسب المعتقد الشيعي منزع عن الذنوب صغيرها كبيرها من حين ولادته إلى حين وفاته إذا واحد يجي يقول لا والله هذا صار يعني منكر لضروري ومخالف لمسلمة ضرورية من مسلمات المذهب نعم مثلا فرضنا مثلا بعض المسائل كمثال مثلا خلني أضرب لك مثال أننا نؤمن بأصل المعاد أصل المعاد ثابت وأن الله سبحانه وتعالى يحشر الخالق لكن مثلا هل يكون المعاد بهذه الأجساد العنصرية أو بجسد آخر أو معاد مثلا روحاني وليس جسماني هل يمكن يقع فيها الخلاف في التفاصيل مع أن المشهور بين علماء المسلمين المتكلمين سنة وشيعة أن المعاد بهذا الجسد لا بجسد آخر ومعاد جسماني لا روحاني نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا برجع إلى مسألة الرجعة بغض النظر عن الطرح الأول اللي أنت طرحت بالنسبة للقسم الشر والخير أنا بروح للقسم الأيمة عليكم السلام نعرف مثلا أو له مطروح البديهي أنها سلسلة موجودة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تأتي الأيمة وكل واحد حجة على له بعده وأنه أفضل يتم بيكون للإمام علي عليه السلام أرجع إلى الإمام الحجة اللهم عجل فرجه الشريف الروايات تقول أن رايح الأيمة تكونوا معاه بيرجع في رجعة إلى الأيمة ككل إذا هو حجة الله سبحانه وتعالى على باقي الأيمة وأنا حجة الله عليهم فبالنسبة إلى الحاكمية حاكمية الرجعة بتكون عند الإمام الحجة أو بحسب التسلسل من الإمام علي ويأخذ مثلا كل واحد دوره في هذه الرجعة أو في الحياة يعني بحسب هذه المسائل يعني ليست خاضعة لذليل عقلي وإنما هي خاضعة للنص هذا النص ما تيجب علينا الأخذ به في ظل هذا الشروط في ظل هذه الشروط أن يكون أولاً النص معتبر من حيث السند الشيء الثاني أن لا يكون مخالف ومصادم لضرورة عقلية أو ضرورة مذهبية الشيء الثاء الرابع أن يكون هذا مورد قبول عند العلماء هاي التفاصيل أن الأيمة يرجعون إلى آخر أو في آخر الزمان ويحكمون هذه بحسب الرواية هاي الروايات مو كلها مقبولة ولذلك الكثير من الفقهاء أخضعها للبحث وتوصل نتيجة أخضاعه لأخضاع هذه النصوص للبحث قال أصل رجوع الأيمة هو مسلم أن الأيمة يرجعون لكن أما أنهم يرجعون في زمن الإمام نفس المهدي عندنا بعض الروايات يقول لا بعد موت المهدي يحكمون مو في زمن الإمام المهدي في لذلك الرواية اللي لو فرضنا موجودة أنهم يرجعون في زمن الأيمة وأن الحاكم هذا ما نقبل بها أو ما يمكن أن لا أقل ما أقول ما نقبل بها أقول ما يمكن أن نؤسس عليها معرفة عقدية ونقول لا بد أن نعتقد بأن الأيمة يرجعون في زمن الإمام صاحب العصر والزمان وأنه يكون الحاكم على الناس كلهم هذا ما يمكن أن نعتقد بها أو أن نجزم بها وذلك لأن على فرض ورود هذا النص هذا النص إذا كان غير مستوفي لشرائط الاعتبار التي من جملتها أن يكون هذا النص لا أقل معتبر من حيث السند والنص ليس معتبر من حيث السند شيء الثاني الفقهاء لم يأخذوا بهذا النص ويعملوا به ويبنوا عليه فلذلك هذا النص لو فرض وجود نص لها ما في بالي يعني بحسب بالي ما موجود رواية تقول بأنه يرجعون في نفس دولة الإمام صاحب العصر والزمان عندنا رواية في الإمام الحسين صحيح في الإمام الحسين أنه يخرج في دولة صاحب العصر أما باقي الأيم ما في بالي على فرض لو موجود هذه الرواية فهذه الرواية ليست مستوفات لشرائط الحجية حتى نبني عليها بناء معرفيا وعقديا تبقى أنها مجرد رواية فهذه الرواية ينطبق عليها تلك الحكمة وذلك المضمون ما قرأ سمعك من شيء فدره في بقعة الأمكة أما أنه يجب عليه أن أبني عليه وأعتقد به وبحيث أنه أقول من لا يعتقد به فهو مخالف للمذهب وليس شيئا هذا ما يمكن أن أبني عليها عموما روايات الرجعة بالنسبة إلى رجعة الأيمة تفاصيلها هي محل ماذا؟ خلاف أصل الإيمان برجعة الأيمة كما في استفتاءات الفقه وكذا يجب الاعتقاد بها على إجمالها يعني يقولون يجب الاعتقاد بها على إجمالها راجعوا استفتاءات كثير من الفقه اليوم سهل يعني إنسان راجع هذه الاستفتاءات في يعني الهواتف يجب الاعتقاد بها لكن تفاصيلها لا لأن تفاصيلها ليست بثابتة بنحو يجب الاعتقاد بها تفاصيل هذه مورد خلاف أما أصل الاعتقاد برجوع الأيمن صلى الله عليه وسلم في نظر الكثير من الفقاء يجب الاعتقاد به أما التفاصيل هي لا يعني هذه التفاصيل التي تضمنت الروايات لا يمكن لنا أن نؤمن بها بحيث نبني عليها بناء عقديا معرفيا ويجب الاعتقاد به ومن لا يعتقد به يكون خارجا عن المذهب لا تصل المسألة لهذا المستوى في التفاصيل السلام عليكم شيئا يكمل نعم تصدروا محمد هي موجودة إن هل هناك رجعتين إلى بعض الأئمة والتي والتي مثلا رجعة واحدة لا لا توجد لا توجد يعني اتفاق بين الفقهاء على رجوع جميع الأئمة بل بعض الفقهاء مثل الشيخ المفيد رحمه الله الشيخ المفيد يفسر رجعة الأئمة بهذا التفسير يقول رجعتهم يعني رجوع دولتهم مو رجعت أشخاصهم يحمل هاي الروايات اللي يتفسر أنه يرجعون في آخر الزمان كنايا عن رجوع دولتهم والنتيجة بتصير رجوع الإمام صاحب العصر الزمان لأنه يمثل دولتهم ولعل اللي في بالي الآن أنا ما أجزم بهذا المعنى بحيث لو بتنقلون لا تنقلون بنحو الجزم عني بس اللي أنا في بالي نتيجة يعني قراءات سابقة وقديمة أن السيد الصدر رحمه الله سيد الشيد الصدر الأول لعله يختار هذا الرأي ويقول بأنه هاي روايات الواردة في رجعة الأئمة في آخر الزمان يعني رجعت دولتهم مو رجعت ماذا أشخاصهم فهو معنى كنايا وهذا يذلك على شنو على أن تفاصيلها مو مورد ماذا اتفاق بس أصل الاعتقاد برجعتهم على إجماله هذا مسلم يعني رجعتهم على إجماله الآن شنو تفاصيل هاي الرجعة هل يرجع كل إمام إمام بحسب الترتب السلسل لهم أو كلهم يرجعون دفع واحدة وما هو موقع كل واحد منهم هاي التفاصيل لا يجب الاعتقاد بها لأنها لم تقم عليها الضرورة أما أصل رجعتهم بما أن هناك روايات كثيرة ذلت على رجعتهم بهذا المعنى المجمل يجب الاعتقاد به يعني ما يضر هذا أنه لو إنسان توصل من خلال تقليدين أو من خلال بحث هو من أهل البحث من أهل النظار انتهى به الأمر أو بحسب تقليد صحيح لمن يصح الرجوع إليه أعتقد بأن رجوعهم يعني رجوع دولتهم هذا كافي في حقه ما أنكر ضرورة السلام عليكم في حقه عليكم السلام ورحمة الله بس بالنسبة أنت قلت حين مثلا إلى رجعة أنه مو مسلم بها أو ما نقدر نجزم بها لا يعني الرجعة لا تنسب له شيء أقول أنه تفاصيلها تفاصيلها هي مورد ماذا؟ أما أصل الرجعة يجب الاعتقاد بها تفاصيلها بمعنى هل يرجع إمام بحسب ترتيب للسلسلة الشريفة أول أمير موني ثم الحسن ثم الحسين هذه تفاصيلها لا ما يجب الاعتقاد بها لعدم قيام الضرورة عليها أما إنسان يقول لا أصلا هل يرجع كلها أنا ما أعتقد بها نقول ما يصير أصل الرجعة يجب تفاصيل هذه ليست هي مورد إجماع وتسالم بين الفقهاء فمن قام عنده الدليل الواضح على التفاصيل خب من لم يقم به عند الدليل الواضح ما يجب على الاعتقاد بالتفاصيل نعم عدت الوقت بالنسبة بعد إلى مثلا طب أهل البيت أنت ذكرت يعني اللي ما يعتقد يمكن بهذا الشيء مو خارج يعني عن المذهب الاثنائي عشاقي لكن يمكن هذا الشيء يعني يجر هذا الإنسان إلى يعني بعد التفنيد بعد باقي روايات من أهل البيت يعني مثلا غير هاي روايات من طب أهل البيت سلام الله تعالى عليهم لا النقاش في مفردات الروايات هذا شأن العلماء شأن تخصصي معه مثلا لو فرضنا إنسان جاي ناقش في مفردة من هالروايات وقال بأن الطب الحديث فرضنا مثلا يدلل على خلافة هاي النقاش في مفردة وبهي النقاش في المفردة ليس معناه التشكيك في رواياتهم وكل رواياتهم أحنا يبغي علينا أن نفصل بين النقاش في المفردات والنقاش من أهل العلم وأهل التخصص شيء وهذا أمر مقبول وبين ما ذكرت من أن هاي شواهد يعني حديثهم عن الطب ذكرهم لخواص الأشياء في ذلك الوقت اللي العقل البشري ما واصل لهذه الأمور ما واصل للاكتشاف خواص الأشياء اليوم خواص الأشياء يعتبر كما حضراتكم كلكم تعرفون هاي من العلوم المعقدة يعني مثلا هذا الطعام هذا الشيء مجتمل على القذ خواص مجتمل على القذ هاي موات هاي من الأمور المعقدة إذا رواياتنا عن الأيمن صلاط الله وسلام عليهم في ذلك الوقت المبكر اكتشفوا خواصة الأشياء وأخبروا عنها كما أخبروا عن مضار الأشياء هاي ذا يدلل على ماذا؟ يدلل على ساعة علمهم أنا جبت هذا كشاهد على ساعة علمهم وعدم حصر علمهم في خصوص أمور الدين هذا اللي أنا أردت أن أثبته ألا أنت بجي تناقش لي في مفردة والمناقش من أهل الاختصاص بشرط أن يكون مناقش هذا أمر مقبول كما نناقش في بعض الروايات في باب الفقه قد يكون فقي يقبل هاي الرواية فقي يضعف هاي الرواية هذا مجال العلم ممن هما أهل لذلك هذا لا ما نعمل بس أنا استشهادي ترى لا ضيعون المطلب استشهادي أنه علم الأئمة مو محصور بعلم الدين والدين على ذلك هاي المفردات كلامهم عن الطب كلامهم عن خواص الأشياء مضار الأشياء هذا يدل على ماذا؟ على شمولية علمهم صلى الله عليه وسلم وعدم حصر في الجانب الديني إيه لأن أنا يعني كلام في مثلا نحن روايات مثلا يتقول إذا واحد إيام مثلا ألم في الصداع في رواية مثلا عن أحد الأئمة أن يغفع يديه أو يصلي على النبي 15 مرة ويمسح إيده بوجهة أو شيء البعض يقول لك أنا ما أعتقد بهذه الرواية أو ما أعتقد بهذا الكلام أو يقول لك اتطور الزمن حين الله يا وجع راسي شربني دول أو شيء من هذا القبيل يعني فرق بين إنسان يجي يقول أنا أشكك أو هذا وبين رأسا يكذب الرواية يقول هذه باطلة وهذه خطأ لا خب أنت مهما أوتيت من علم فما تمتلك كل الموجود في الدنيا أو كل شيء أنت عقلك ماذا محيط به يعني التكذيب أن إنسان يكذب هذا يتوقف على أن يكون عقله محيط بكل الأشياء ومنه من عند هذا المستوى أن عقله يحيط أصلا هذا معنى على خلاف ما يذل عليه العقل إنسان لا يمكن أن يكذب بشيء إلا إذا أحاط بجميع بعاده إذا ما أحاط بجميع بعاده شنون أنت تكذبه يقول مثلا أنا أشكك خب هذا ما في مانع عندك ولا أنا أشكك بس لا يعني التشكيك أنك تأخذ بهذا الشيء من باب احتمال أنه مطابق للواقع يكون احتمال مطابق للواقع ما يعبر عنه الفقهاء بالموافقة الاحتياطية احتمال أن يكون هذا الواقع ثابت فأنا من باب الاحتياط أأخذ به ما يضرك أما التكذيب هذا اللي نعاني منه أن الإنسان مجرد أن يشوف شيء ما استوعب عقله رأسا يكذب به هذا مو صحيح لأن التكذيب بالشيء يتوقف على أن تحيط به إحاطة تامة الآن تملك يجيك إنسان خبر رأسا تكذبه متى تكذبه إذا كان عندك أحاطة بتفاصيل القضية تقدر تكذبه أما إذا ما عندك أحاطة بجميع تفاصيله شنون أنت تكذبه هذا الشيء معنى غير مقبول عقلا أن تكذب بشيء ما أحط به خبره هذا ما يصير إنسان إذا أحاطة بالشيء بجميع جوانبه يقدر يكذبه فأنت شنون تكذب هذه الأشياء من دون ما تحيط بها علما يبقى أننا أحتمل أنها مو صحيحة أحتمل أنها مو مطابقة هذا شيء واجد احتمال موجود قائم هذا الاحتمال كاحتمال موجود قائم لكن التكذيب شيء واحتمال عدم مطابقته شيء آخر ولا مانع من أنه الإنسان يأخذ بهذه الأشياء من باب الاحتياط لاحتمال أنها تكون واقعا موجودة سمحت الشيخ المحاضرة من إقامة لجنة الدروس الدينية في القرية ويطلبون منكم طلب في آخر المحاضرة أن كلمة توجيهية لأولياء الأمور في حد أبنائهم على الحضور للدروس الدينية في ثلاث إلى أربع دقائق عشان نخبر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب الحلال أو عفوا معرفة الحلال أوجب عليكم من طلب الرزق فإن طلب الرزق مكفول مضمون من الله سبحانه وتعالى وطلب الحلال أمر أوجب عليكم مضمون الرواية هذا المضمون جاء في كثير من الروايات أحنا يعني معرفة دينية سواء كانت متعلقة بجوانب العبادة أو متعلقة بالجوانب العقائدية أو كانت إرشادات الدين في مجال السلوك ومجال الأخلاق الإنسان ما يحصل عليها بالإلهام والوحي ممكن واحد يقول له والله أنا أعرف أحكام العبادات بالوحي والإلهام أو مثلا هذه متوقفة على طلب العلم وطلب العلم أوجب عليكم من طلب الرزق مضمون هذه الرواية الشيء الثاني أيها الأخوة يعني الإنسان متى يعتز بانتمائه إلى الدين متى يكون عنده اعتزاز وافتخار بهذا الانتماء للدين اعتزاز وافتخار لما يقف على هاي الجوانب عن معرفة عن علم عن يقين فلذلك من الذي يوفر لي هذا اليقين والعلم هو الحضور في مجالس الدروس حضور في حلقات الدرس الشيء الثالث أيها الأخوة أحنا نواجه مشروع ونواجه تحدي كبير وهو فصلنا عن ديننا أحنا إذا تخلينا عن التعليم الديني وابتعدنا عن حلقات التعليم الديني تسنى لهذه المشاريع وهذه التخطيطات أن تفصلنا عن ديننا لأن نجهل والجهل هو البيئة التي يصطاد فيها هؤلاء لكن لما نتسلح بسلاح المعرفة الدينية من خلال الحضور في مجالس الدين هذا أكبر سلاح نفوت عليهم هذه المشاريع أكبر ما نستطيع ما نحمله من سلاح هو المعرفة الدينية ومعرفتنا بأحكام ديننا بشكل عام مساء العقائدية فقهية غيرها فأحنا إذا ارتبطنا بهذا التعليم الديني هذه الضمانة لتفويت هذه المشاريع هذه المشاريع تفويتها أبطالها إنما يتم من خلال الارتباط بالدروس الدينية الدرس الديني سواء كان في المسجد في المركز في أي مكان طلب علم طلب العلم مطلوب طلب العلم أوجب علينا من طلب الرزق فإن الرزق قسمه عادل حكيم أما طلب العلم ما يجي هكذا فهي المشاريع هي مشاريع مهمة حيوية وتمثل في هذا الزمن اللي هناك حملة شرسة وهجوم قوي على فصلنا عن ديننا إذا صرنا جاهلين بأحكام ديننا حينئذ تحقق هذا الشرط لنجاح هذه المشاريع إذا ارتبطنا بالتعليم الديني فوتنا على هذه المشاريع فرصتها فلذلك أيها الأخوة لا ينبغي لنا أن نتكاسل أو نتهاون أو ننظر إلى التعليم الديني أنه مسألة هامشية مسألة لا تمتلك أهمية الإمام الصاني صلى الله عليه وسلم يقول وددت لو أن الصياط تلوى على رؤوس أصحابي حتى يتفقه في الدين الإمام الصاني قال له أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في دينه لأوجعته أو لأوجعت ظهره هل قد مسألة التعليم الأيما كانوا يحرصون عليها في رواية أخرى يقول إمام الصادق أنتون تعلموا دينكم لأنه إذا ما تعلمتون احتجتون إلى غيركم وإن كان هذا الحديث ينطبق على الأماكن اللي يكون فيها الشيعة أقلية وغيرهم يكون ماذا وإذا احتجتون إلى علمهم أدخلوكم في ضلالاتهم التعليم هو حصانة بشكل العام التعليم يعطي حصانة للفرد يعطي حصانة للمجتمع يتحصن أمام كل هاي المشاريع اللي تستهدف دينه واستقامته فما يمكن أن نتخلى عن هذه الحصانة التخلى عن هذه الحصانة مثل إنسان بيدخل إلى مكان خطر لا بد أن يتسلح حتى لا يصيبه لهذا الخطر التعليم الديني هو ضمانة أمام كل هذه المشاريع الخطيرة التي تريد تفصلنا عن ديننا وتبعدنا عن ديننا وتوجد ثقافتها وقيمها من خلال الاستفادة الغياب الديني فلا يكون نعطيهم هذه الفرصة أنا دائماً أقول هذا الشيء يعني اسمحوا ليه دائماً أقول هذا الشيء أنتم جيتون في زمان هذا الزمان تتوفر فيه كل النعم واقعاً تعليم ديني تعليم الديني يحتضنكم مشاريع تعليم حتى أسباب الترفيه موجودة فيه في وقتنا يعني أنا عمري الآن خمسين سنة بحش خمسين سنة أنا في السبعينات ما كان هذه الأجواب موجودة ما كان هذا التوفير تعليم الديني ومتوفر كنا نصعد أو نمشي إلى جمعية التوعية نتعلم أو مثلاً إلى شهركان عند سماحة سيد علم الشهركاني أو غيره اليوم التعليم على أبواب بيوتنا على أبواب بيوتنا فلا يكون نفوت هذه الفرصة أنا أقول لما نقايس هذا الوضع بالوضع اللي كنا فيه في السبعينات هذه نعمة من النعم التي يجب أن تستغل وأن تشكر شكرها بتقييمها والتفاعل معها والتعاطي معها تعاطياً صحيحاً وقت تمين سماحة الشيخ قضيناه معكم شكراً جزيلاً لكم ولجنة الدروس أيضاً تستغل هذا الجمع وهو وجودكم لتكريم السيد محمد سيد هاشم لدوره في تعليم الصلاة السيدي تفضل تفضل سيدنا الشيخ نايدة تكرمونهم محمد عندك كلمة سيد طبعاً السيد من معلمي الصلاة في قرية المارخ الشيخ نايدة تفضلهم تكرمون إذا يتفضل سماحة الشيخ عبد الحسين بعد إلى تكريم الشيخ لازم نكرر شكراً لسماحة الشيخ ونكرر شكراً لكم على الحضور وفي الختام مفلح بن يصلي على محمد وآل محمد شكراً لكم على الأفضل ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر